أبرمت دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في مقر هاب الدفين وجمعية دار البر متمثلة في لجنة الأسر المتعففة اتفاقية تعاون تتمحور حول ضمان ذهاب أموال الزكاة والصدقات لمستحقها ورفع مستوى المعيشة للفئة المستحقة وصولا بهم للحياة الكريمة وقع الاتفاقية مريم ماجد الشامسي مدير فرع الخدمات الاجتماعية بالحمرية وعلي حسن العاصي رئيس لجنة الأسر المتعففة في دار البر وتشمل الاتفاقية القيامة بالدراسة الاجتماعية للحالات المشتركة بين الطرفين ورفع توصية للمستحقين للمساعدات في برنامج الجمعية